المخدرات في العراق آفة خطيرة استشرت بعد عام 2003 حتى أصبحت ظاهرة وباعتراف حكومي فأن إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها هما مصدر دخول المخدرات إلى البلاد وفقا لأحدث تصريح أقرى به وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري المسؤول المباشر عن ملف مكافحة المخدرات طبعا خطوط التهريب هي من خارج الحدود فيما يخص الكبتاغون وفيما يخص الكريستال والحشيشة وكل الحدود الدولية حدودنا مع الجمهورية الإسلامية يدخل منها تهريب حدودنا مع الجمهورية العربية السورية أيضا يدخل منها تهريب هي عملها الشبكات الدولية مرتبطة ببعضها مع بعض وهذه الشبكات الدولية بالتأكيد عندها رؤوس أموال وتتحرك تصريحات الشمري ليست بالجديدة فقط سبق وأكد محافظ ميسان من أن المخدرات تدخل إلى العراق من إيران يضاف لذلك معلنه قاد شرطة البصرة رشيد فليح من أن 80% من المخدرات في البصرة مصدرها إيران وزير داخلية الشمري تحدث عن خطة لإنشاء الجدران الخرساني على الحدود مع سوريا وإيران ضمن محاولات عاقة تهريب المخدرات منهما إلى العراق إلا أنه لم يتطرق للمعامر الحدودية التي تؤكد لجان حكومية بأن معظمها خارج سيطرة الدولة السوداني وخشة التصعيد ضد طرف تعوده إيران أحد رموز ما تعتبره محور المقاومة والممانعة اختار زيارة دمشق ولقاء رئيس النظام بشار الأسد للحديث عما سماه تعاونا مشتركا لإنهاء تجارة المخدرات رغم علمه بأن نظام دمشق يمول نفسهم من بيع الكبتاجون الذي أغرق به الدول المنطقة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز تحدي المخدرات هذه الظاهرة القطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وتدخل في داخل صفوف شبابنا بشكل مدمر وخطير ونقاشنا اليوم وما اتفقنا عليه من إيجاد آليات للتنسيق والتعقب والمتابعة هي الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة القطيرة ضباط في وزارة الداخلية أكدوا أن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود مكافحتها بالتزام مع تقارير تؤكد أن الكثير من تجار المخدرات الذين يلقى القبض عليهم يتمتعون بغطاء سياسي يمنحهم حصانة من المساءلة والعقاب ترجمة نانسي قنقر